السلام عليكم اهدو الله وبركاته مع اخوكم بكراوي اليوم شباب راح خليكم تلعامل نسقط مايكراف الجافة على الجوال اولا خلينا ننتقل بطريق التنزيل وبس خليكم مع المقطع واذا كنت اول مرة بشوفني لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة ورابط الديسكورد تحت اخوان ينضموا الى جيشنا الاسطوري جيش بكراوي الي يجر حبيدلاوي فخليكم مع باقي المقطع فوش تروى اهو طريق الرابط راح تلاقيه في اول الوصف اتنزل على الرابط راح ينقلك على الموقع بعد ما تلقى على الموقع يقول لك استنى عشر ثواني بعد عشر ثواني راح تيجي لك كلمة التالي تضغط على نيكست او التالي بعدين نيكست وهون بقول لك نازل تتخطى اربعات الخطيات استنى هون كمان خمسة عشر ثواني او خمسة عشر ثانية وباقي الخطوات كالتالي فاخليك ما باقي الخطوات نفس الشي ونفس التخطي بعد ما تخطيت الاربع الخطيات راح يوديك على الصفحة فيها بقول لك خذ الرابط استنى خمسة ثواني ضغط على الرابط بعدين ارجح لورا خطوة ومبروك عليك تم تنزيل اللانشار وهي الطريق يا اخواني اذا كنت حابت تدعمني عن طريق الروابط اللي بحطولك هيها في الوصف وخلي نشوف طريق تشغيل اللانشار بعد ما ثبت اللانشار زي ما تشايفين فتحت اللانشار هون اخوان نضغط على الجمب من زي ما تريح تحط create now اول شي اخوان بيمكنها تحط الاسم الثاني بيمكنها تختار اصدار اول شي نحط على select تحط اصدار نهائي تختار اي اصدار عندك وفي بعض الاصدارات اخوان اذا كان عندك جهازك ضعيف مستحيل تظهر عندك وتشتغل بث من الله اروح للك ياها في الفيديو القادم فانا مثلا اخدار اصدار 1.20 او 1.14 اربعة بعدين تنزل تحت وتحط حفظ بعد ما حددت الاصدار وحطيت حفظ يحط ابدا لي ينزل اصدار بعدين هنروح على تخصص تحكم وزي ما تشايفين هاذ هو تخصص تحت تحكم زي ما تشايفين وعندك راح يكون شي مختلف راح يكون لكل ازرار بجنب بعض نخرج من التخصص ونضغطات ارطات الفولك وهن نروح على عرض الفيديو وهن زي ما تشايفين انا مختار الجيل الرابع للعرض اذا كان اخوان محطوط على الاولى او الثاني بيمكنك تحول على الاولى احسن له فالتحت اخوان اسمها مقياس الدقة بيمكنك اخوان حسب نوع جهازك او قوية جهازك ندخل على تخصيص التحكم ونطفي تعطيل الايمات بس يا ازيزي هنا بنكه تضبط حجم الازرار وايضا سرعة الماوس الافتراضي وتوسيع حجم الفارع نخرج من هون ونروح على تعديل جافا اول شي نروح على مدير مشغل جافا ونختار المدير الجافا حط انتر 17 واضغط على كلمة مستخدم دائما تخصيص الذكرة هذي يتمدع لحجم الرامات الموجودة في جهازك اذا كنت اربعة جيجا بيمكنك تحط الف وستمية او ميتين وستين ميجا بايت اذا كان الرامك ثلاث بيمكنك تحط ستمية اذا كان الرامك اثنين بيمكنك تحط ميتين وخمسين فاما عن اخر اختيار فهو اختياري بعد ما زبطت كل الاعدادات اللانشار بيمكنك تروح تضغط على ابدا واذا وصلت لهون اذا وصلت لهذه النقطة يا عزيز ازيزة المشاهدة فاعرف انك الان الاساطير فالمطلوب انك تدعمنا بزر اللايك والاشتراك وتفير زر انبيهات وكومنت تعبر رأيك عن الفيديو واي مشكلة يا اخوان حابين احللكم اياها وكتبوا لي اياها تعد في التعليقات وزا ما تشايفين دخلني داخل اللايبه بس اخد وقت قليل ودخلني داخل اللايبه فقط راح اسرع اه دخلي للعبه وارجع لكم الوقت اللاخدته حتى دخلت اللانشار او اللايبه من دقيقة الى ثلاث دقائق وهذا حسب جهازك اذا كان قوي نظهر الماوس هون بمكانك تلعب سنجل بلاير وتنشي عالم زي ما تشايفين بمكانك تحط كليات عالم وهون بمكانك تحط الموتو بلاير مثل سيفر اترنوس وشرحت هذا في الفيديو السابق نخرج من الماتو بلاير وروح على سنجل بلاير ونحط كليات نيور وورد زي ما تشايفين ام صاوي عالم ولكن راح تصاوي عالم جديد ننترد شوي بعد من انتظرنا شوي راح تنهال لك هاي القائمة تحط فيها اي اسم تبيه وبمكانك تغير السيرفايفل تحط كرسك هاردكور وكرياتيف وصوبر فلات راح تغير السيرفايفل وحطه هاردكور وبتروح فوق شوي اخوان ترفع فوق زي ما تشايفين بمكانك تغير هاذ الاشياء بمكانك تغير الصعوبة وتغير الكاستم ملاحظة الكاستم مستحيل اشتغل معاك الا في حالة واحدة اذا كنت عالم فلات وباقي الاعدادات راح خليك تستكشفها بنفسك اشتركوا في القناة 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 فهذا كنت اول مرة بتشوفني لا تنسوا تضغلوا اللايك وتكتب كومنت وتشير الفيديو لاصدقائك كيف تلعب مايكرافت البي سي او الجافا عالجوال ومش في الفترة الاخيرة اخوان شفتوني اني قاطع مع انزل مقاطع فهذا اخوان والله اخوان اني عشان الدراسة وبعض الناس خلص الدراسة وبعضكم ما خلص فانا اخوان حاليا بفترة دراسة اخوان قاد ادرس عشان انجح وباذن الله اخوان راح ننجح وشكرا يدعمكم الاصطوري في الفيديو السابق اللي هو كيف تضيف بوته وطريقة سيرو سيفر في مايكرافت والله اعيال اني فرحان بالانجاز اللي وصلنا اليه وشكرا اخوان شكرا شكرا والله معارف كيف اعبرو لكم وباذن الله اخوان بشهر 27 سبعة راح ارجع راجعة قوية اخوان وما راح اقطع ورابطو ديسكورد تحت بالديسكريبشين وانضمي لجيشنا يكون من جيشنا الاصاطير جيش بكراوي ومع السلامة